في ظل استمرار القفازات السريعة بالأرقام في أعداد الوفاية والإصابات جرى انتشار فيروس كورونا في العالم بشكل عام وأسيا بشكل خاص خرج مسؤول في الصحة الإيرانية ليؤكد أن الوفاية بفيروس كورونا في البلاد اقترب من حاجز الثلاثة ألاف فضلا عن عشرة الألاف من الإصابات تصريحة تأتي بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن العقوبات الأمريكية غير العادية على حد قوله لم تمنع جهود مكافحة الفيروس كما أشار روحاني عن رز منحا تنازلية للإصابة بالفيروس في أقاليم البلاد كافة لكن روحاني حذر في الوقت ذاته من أن كوفيد 19 قد يظل موجودا لعام أو عامين وهو ما يتطلب العمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذه الجائحة تصريحة روحاني تتزامن مع أعلان المركز الأحوازي المعارض عن اندلاع احتجاجات في سجن شيبان شمال الأحواز بعد إهمال السلطات الإيرانية لوضع السجناء الصحية إثر انتشار الفيروس في السجون وإصابة العشرة منهم وأضاف المركز أن السجناء طلبوا الاعتناء بوضعهم الصحية لكن الحكومة الإيرانية رفضت مطلبهم ما أدى إلى موجة احتجاجات وتمرد واسع تخللتها محاولة بعض السجناء للهروب من السجن ما دفع قوات الأمن الإيرانية لإطلاق الرصاص الحية على المحتجين ما أدى لسقوط العشرة منهم يأتي ذلك بينما تواصل السلطات الإيرانية حذر الرحلة البرية ومنعت غير المقيمين من دخول المدن فضلا عن إلزام المواطنين بالعزل الذاتي إلا للضرورة القصوى للحيل التي دون انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر